نحن نحقق في شيخ صواحد متنفذ لا يجوز يستخدم صنطة ضدنا لنحن مستضعفين حياة النزاه مستضعفة الآن المعادلة في العراق تتمثل بثلاثة نقاط سرقة القرن، فضيحة شبكة التنصط وأخيرا ملفات الفساد التي تحدث عنها رئيس هيئة النزاهة جميعها تصب في خنة واحدة صراعة سياسية محتدمة قد تطيح بالنظام برمته يرتكز النظام السياسي العراقي على ثلاثة قواعد الحكومة، البرلمان والقضاء وقد ألحقت ملفات الفساد وفضائح الأموال المنهوبة ضررا جسيما بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يتبقى حاليا سوى القضاء وعن هذه المخوف تقول مصادر سياسية إن قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا لتلاف ارتدادات محتملة على النظام السياسي يمكن أن تحتثها تلك الملفات وتبدو غالبية تلك الأطراف التي اجتمعت بحضور رئيس الوزراء متخويفة من تداعيات ما يوصف بأنه مجموعة فضائح متسلسلة تستهدف النظام السياسي وثم تقناع لدى غالبية قادة التحالف أن تلك الملفات ترتبط ببعضها البعض ويجزء من الصراع الخفي الذي يجري بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وشخصيات إطارية على رأسها نور الملكي رئيس ائتلاف دولة القانون وتعزز تصريحات الملكي التي دافع عفيها بشدة عن القضاء بعد يوم واحد فقط من اتهامات رئيس هيئة النزاهة هذه الرؤية بدأ مستاء من اتهامات القاضي حيدر حنون للقضاء وإن لم يذكر اسمه بالتحديد خلال كلمة له مؤخرا وكان الملكي من بين الشخصيات المستهدفة في عملية التنصط المزعومة مع أثار امتعاضه رغم أن رئيس الوزراء توعد خلال اجتماع الإطار الأخير بالتحقيق بالشبكة التي ينتمي غالبية أعضائها إلى مكتبه الخاص